بصراحة بعدها الأفضل بالتقفير والفينيش وبكل العالم شقد أكو شركات تعتني بأجهزتها بس مثل أوبو يعطيني بصغيرة والشبيرة لحد اليوم ما شفت وبكل أجهزتها من الرخيص للغالي أجهزتها غالية غالية أكيد يعني أوبو لا تزال تعتبر نفسها سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي هواية آخرت أوبو بصراحة بهذه الأجهزة على سوقنا اليوم نزلت أوبو بجهاز واحد وبنسختي تفتتح بهم لألفين وثلاثة وعشرين الجهاز هو الرينو اي تي وبنسختيه نسخة 4G ونسخة 5G هذا الفيديو اليوم إن شاء الله راح نشوف أبرز مواصفات الجهازين وأسعارهم لكن كتجربة كاملة وملاحظاتنا اللي نثبتها على الأجهزة راح تجيك بالأيام الجاية فتأكد أن تشترك وتفعل زر التنبيهات حتى ما يفوتك أي فيديو جديد مرحبا أنا حسن وأهلا بكم في فيديو اليوم نبدأ شوي الرينو اي تي العادي أو نسخة 4G اللي بصراحة يخليني أرفع القبو علي أوبو على هالإمكانية بالتصميم والتقفيل ما للجهاز حس جهاز مليان بإيدك رغم أنه نحيف حيل ووزنه خفيف 180 غرام ونحافته 7.2 بالعشرة من لم الفيكة بالتصميم بصراحة هي المصنعية الراقية من الألياف الزجاجية والجلد وبحسب اللون اللي يعجبك أكو أسود وأكو برتقالي حس الجهاز مخيط إخياط حتى أكو تدغيرات بحافات الجهاز حيل حيل التصميم جميل وأنيق وراقي وأفضل من ما شايفه به هواية أجهزة من أوبو سابقا وإذا تشوف هذه الفتحات فهرح تعرف أنه عندك سماعات مزدوجة استيريو أعلى وأسفل الجهاز ومن الأفضل من فئة ومن يتجرب الجهاز رح تشوف هذه الجودة عندك مدخل 3.5 ملم وبطاقة ذاكرة خارجية أيضا موجود مدخلها سعر الجهاز هو 279 دولار يعني 420 ألف دينار عراق رخيص بصراحة مو كلش لكن معقول جدا قياسا بالمواصفات والفنش والجودة اللي راح تشوفها بعينك هنا وبكل التفاصيل المعالج متوسط قوي ومجربي هو الهليوجي 99 من ميديا تيك أداء منتاز منظومة التبريد مضبوطة ومرتبة وما شايف مثلها بهيتي جهاز بهذا السعر بقي مواصفات العتاد الصلب بالجهازة أيضا راقية رام 8 جيجا وذاكرة 256 جيجا وأيضا تقنية توسيع الرام موجودة حتى تحافظ لك على أداء بأفضل حالاته حتى بهذا الجهاز الاقتصادي وهنا نهاي النقطة جدا تهمه هواي ناس راح تقدر تبقي فترة طويلة بدون ما يتباطئ لأينا راح تحصر أربع سنوات تحديثات للنظام وخمس سنوات تحديثات أمنية وهذه الوحيدة سامسونج وفقط سامسونج كان السابقا السويها حسا أوبو صارت السويها واجهت الجهاز الكولار او اس 13 المبنية على الاندرويد 13 الأحدث يعني راح يوصل وياك الى الاندرويد 17 او 18 البطارية 5000 ميلي امبيار تجيك بشحن سلكي 33 واط بنظام سوبر فوك اللي ينطيك فل شحن هذه البطارية بأقل من 50 دقيقة و55% شحن ب33 دقيقة هذا المعالج الهليو جي 99 والشاشة الراقية الاموليد والنظام الكلار او اس راح يخلولك هذه الشحنة كفيك يوم كامل شغل قوي وزيادة بعد الشاشة مدام مصنى لها فهي لطيفة ومجر بها هواية من أوبو ااموليد اي فور 6.43% انج قياسة وإضاءة توصل الى 850 نيتس دقتها في الاش دي بلاس وبتردد 90 هرتز هذا كل ما سويته أوبو حتى تحصل على سلاسة محترمة فوق سلاسة السوفتوير المحترمة الوان الشاشة حلوة وتباينها ممتاز ودقتها وكثافته تخليها كريسب وحادة بالصور اللي تعرضها عليها ايضا عندك بصمة ضوئية تحت الشاشة موجودة كنينار حماية امني بايومتري فوق الشاشة عندك طبقة حماية من كورنينغ من الجيل الخامس واخر شي عدد تصميم الجميل اللي داشتشوفوهن انا مثل الجلد راح اختم به هو الكاميرات خصوصا العدسة الحديدية هنا كاميرا مخصصة ومعدلة ومسلحة بجيش من اسلحة الذكاء الصناعي حتى تطيق افضل صور البورترا شي متميز بصراحة للفوتو اذا تحب ومتحسس الميت ميجا هذا الجبار موجود وجاهز بالاوبو رينو ايتي عندك ويا منظومة تصوير مجهري تطيق امكانية ان تصور بعد جديد للعالم الدقيق اللي ما تشوفه بعينك واحدة العدسة مجربيها من اوبو سابقا كانت موجودة بالاجهزة الغالية نزلتها اوبو الهجفئة سعرية مثل ما قلت لك راح تطيق تجربة مختلفة عن باقي العدسات متحسس السلفي ممتاز ومجرب ايضا من اوبو موجدا محترم الصورة من عنده قوة 32 ميجا يدعم تصوير فيديوهات في الاجدي 30 فرين هذه كانت باختصار اهم من نقاط البارزة بالرينو ايتي اما اخوه الاكبر والاقوى وهو الرينو ايتي نسخة الفايف جي اللي رفع كل شي حلو بنسخة الفور جي وصعد بيها المستوى ثاني ارقب كثير بصراحة لكن ايضا اوبو رفعت السعر اياها الرينو ايتي فايف جي انطلق بسعر 379 دولار لكن التحسينات اللي سوتها اوبو موجودة كل جوانب الجهاز ايجاك بمعالج افضل لكن اقتصادي سناب دراجون 695 شاشة اكبر 6.7 انج اضاءة اعالة بحدود الالف نتس وتردد اعلى 120 هرز لكن دقتها بقت عند الفل اج دي بلس وحتى هنا طبقة الحماية صارت افضل وبمراحل لان هنا اوبو اختارت طبقة حماية من الشركة اي سي جي اليابانية واختارت من عدهم افضل ما عدهم طبقة اساهي غراس ستار جيلها الثاني هذي تعتبر بنفس جودة طبقة حماية كورنينج من طراز الفكتاس اصدقائي اللي نشوفها بس بالاجهزة الغالية متحسس الميت ميجي اللي موجود بنسخة الفور جي صار هنا انا متحسس مية وثمانية ميجي بنسخة الفايف جي وهذا المتحسس من سامسونج معروف بقوته و جودته بالتصوير الليلي والنهاري وهنانه راح تشوف تصوير فوتو معتبر ومنحوط ومخصص حتى ينطيك افضل النتائج خصوصا بالبورتري مثل ما قلت لك الجهاز بكل نسخة موجه لتصوير البورتري والصور الفوتوغرافية البطارية بنسخة الفايف جي شوية اصغر 4800 ميلي امبير لكن بشحن خارق محترم فعليا 67 وار ينطيك فلشحن باقل من 44 دقيقة اللي هيتش بطارية عملاقة واداء الجهاز سلسه سريع يجيك بنظام صوته ايضا استيريو من سماعتين وبجودة ممتازة الكالا رو اس 13 المبني على الاندرويد 13 موجود و اوبا راح تضمن ايضا تحديثات للنظام 4 سنوات و 5 تحديثات امنية باقي الجهازين متطابقة نفس متحسس السلفي القوي اوبا 32 ميجا نفس البصمة تحت الشاشة و مثل ما قلت لك نفس نظام الصوت الاستيريو شوية اعلى تحسب نسخة الفايف جي و نفس السوفتوير و الدعم طبعا اكيد مثل ما قلت لك ان شاء الله التجربة هو الحكم النهائي على الجهازين راح تجيكم لكل جهاز في فيديو مفصل خصوصا التصوير واكيد ملاحظاتنا على الجهازين لكن لازم اقولها بصراحة بعدها الافضل بالتقفير والفنيش و العناية بكل التفاصيل و بكل العالم اوبو تتميز شكتش اكو شركات وتعتني باجهزتها مثل اوبو يعتني بالصغيرة و تشبيرة بكل اجهزتها الرخيصة و الغالية ما كوني حد الان غالي اجهزتها ايه غالي اصدقاء اوبو تعتبر نفسها ابل عالم الاندرويد بالجودة و التجربة و هذا بصراحة ينطبق على كل اجهزتها و انت جربتي اياها هذا كان فيديونا اليوم اتمنى ان تكونوا استمتعتوا بالفيديو و نشوفكم بالفيديو الجاي بخير و صحة و سلامة في امانه